بالنسبة الامام معشور يا كابتن يعني بالنسبة بص يا كابتن بالنسبة الامام معشور اللجنة هي هتاخد قرار فيه الله أعلم ايه هو القرار انا معرفش لكن في حاجة بالنسبة الامام معشور اي حد هيخرج عن نص ده مبادئ وقيم نادي الزمالك مش هيتحد عنه ابدا تمام يا كابتن كميل جميل الكلام ده كابتن جميل يعني احترم حياتك في الجزئية دي لان مهما حصل الكلام على الاندية الاخرى واحنا نحن يعني مش هنجيب سيرة اي حد في نادي اخر عشان هو لازم اللجنة هيجيبه امام معشور وهيبقى فيه تحقيق وحيتكلمه معاه ويشوفه القصة ايه والوضع ايه واللجنة تاخد قرارها طب خليني بس سألك يا كابتن حاجة مهمة جدا يعني واحنا بنتكلم يمكن امام مواقفه متكررة بداية من ماتش السوبر وبعد كده الامور الخاصة بين الفريق الاول هو النهارده اول يوم يبتدي التمرين فيه صح او لا غلطان ابتدى التمرين في النادي اه في الفريق الاول لا ما اعرفش والله اه يعني طبعا بداية انه تم العفاء عنه يعني بالنسبة ل لا ما هو 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 كلمني لكابتن وثامة نبيه وقال لي بمنهاية ماتش الاهل والزمالك امام حيتمرم مع الفريق الاول اه يعني لسه كابتن نعم يعني ماتش الاهل انت قذك اهل والزمالك امبارح او اهل زمالك امبارح مش قاعد زمانك جاي. لا امبارح. فبالتالي هو موجود يعني في الفترة اللي جاي. طيب. بس معرفش هو نزل التمرين نهاردة ولا لا معرفش. حد يقول لنا يا جماعة يا امام يعني نزل التمرين يا كابتن نهاردة. وبالتالي يعني طبعا فكرة ما حدث امبارح هو الراجل نزل التمرين يعني برضو انا كنت معرفش يعني طبعا ادارة نزل مالك وطبعا وجهاز الفني. ان فكرة يعني ما حدث من امام عشور امبارح كان مهم يبقى خطوة سريعة من ادارة النادي في على اقل يعني عشان الموضوع يعني مش حلو. انت شفت النادي الاهل النهاردة كابتن كان في يعني شكوى ضد امام عشور وزميله فيما حدث مبارح. انا كنت شايف النادي زمالك كان ممكن يهدي الامور ما بين الناديين. في فكرة ان لا امام حتى الان برضو يبقى مش موجود. لحين طبعا اتخاذ قرار معين. ايا كان بقى خصم امور تبقى الامور من نادي زمالك. زي ما انت بتتكلم كده حاجة جميلة جدا انا كابتن حامد ان مبازئ نادي زمالك برضو حاجة موجودة واساسية دايما في العقوبات بالنسبة لللاعبين. تأكد كابتن محمد ان ادارة نادي زمالك هتاخد القرار المناسب في الوقت المناسب. لتقويمها كابتن يعني للتقويم فقط يعني. يعني احنا بقى مش جايين على اللعب لعب مميز طبعا لعب هاي لكن التقويم وكسر في مشاكل. امام عشور لعب كبير ومحترم وموهوب وان شاء الله واعد واحنا بنتمان. بس القضية كابتن محمد القضية. القضية برضو. القضية ان انت بتخرج اللعبة دي عن شعور العدل. احنا اللعبة دي تعبت كابتن محمد طول السنة. وفي انتظار البطولة. ايو كنت بس انا معاك كنت مال الاهلي ومال الخروب. لا لا انا ما اتكلمش على موضوع امام عشور والاهلي. انا بكلم حضرتك في ان جهاز تعب وادارة جهاز تعب وادارة تطعاد تعبت. وبعدين انت تيجي بكل سهولة كده تقول لي مباراценة. على اي اساس انت بتقول لي مباراة فاصلة. هنشوف يا كابتن الوضع يروح له فيه. هي نشوف يا كابتن الوضع يروح له فيه. أتمنى. اتمنى من الامتحاد الكورا ان يرادع قراره كل الحقيقة كابتن حامد أنا بشكر حضرتك طبعا تواقضك معنا كابتن حامد طبعا مدير قطاع الناشئين ونجم كابتن بدل حامد طبعا نجم من نجوم نادي الزمالك الصادقين ويعني نتكلم فيه مدير قطاع ناشئين نادي الزمالك واحترام طبعا الكلام اللي قاله في فكرة طبعا الموضوع نفسه من بداية والآخره وفي نفس الوقت ما قاله عن مشكلة إمام عشور ان نادي الزمالك هياخد إجراءه بما يناسب مبادئ نادي الزمالك